بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حينما يتحدث الإعلام المصري عن قضية جماعة تسمى الإخوان يشبهون الإخوان بالشياطن شيطنت الإخوان فلا تكاد تسمع إلا جبلا وكلمات تنفرك من هذا الإنسان بحيث يمكن للمتتبع لهذا الإعلام أن يخرج بانطباع كيف يكون معي عاصل إخوان أن هؤلاء ليسوا مصريين بل ليسوا بشرا أصلا إنما هم مخلوقات دينصورات نزلت من المريخ إلى الأرض أي غرباء على المجتمع المصري اسمهم كل 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 اسم يعطوهنهم إرهابيين سفاكل للدماء المصائب انتعد الدنيا كل شي داروها الإخوان تبقى ويقولوا شي وحدين بإلا أوباما رام الإخوان أخو أوباما من القاعدة يضحكوا يضحكوا يعني الكثرة من كثرة ما يسمعون من هذا الإعلام المهرج وهو يتحدث عن قضية الإخوان بهذه النهجة يخرج من طباع أن هذا قام ماشي باشا هذا قتال هذا السفاكل للدم ثم يأتي التياره واحطير آخر اسمه سلفي ما شيقع السلفي عنده بعض القنوات أيضا فهو دخل في هذه الحرب ويعبد الله نقرأ في ذيك البصيرة الشعار التحاوى هي تطهير الأرض من فيروس الإخوان فيروس لا تخاف الله فيروس وقسم بالله تطهير هذا الشعار اللوغو اللي موجود دايما ميت محاج تطهير الأرض من فيروس الإخوان يعني الأخو اللي فيروس أما حينما يتكلمون عن سيد قطر أو عن حصير البنى يأتون بالكثير الكثير من المؤاخذات وليت المؤاخذة تبقى محصورة في خلاف فرعي ولكن يتحدثون عن خلافات في الأصول فيخرجون هذين من الإسلام مشكلة هذه مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة ولذلك فكل من يخرج الآن في مصر وينطفظ ضد الانقلاب يسمونهم الإخوان يعني كأن الذين يخرجون هم الإخوان والمنطفظون هم الإخوان أو من خدرهم الإخوان معناه أن الذين يخرجون ليسوا ممثلين لكل فئات الشعب المصري الذي خرج بإرادته الحرة يرفض أن يكون عبداً لحذاء العسكر بعد أن ذاق حلاوة الحرية بعد خمسة وعشرين فقسبوا الشعب إلى نصفين إخوان فيروسات مصائب كل النوعية المنفرة وهناك شعب آخر يسميه الأهالي الأهالي يقولون بلطجية ما أهالي وقالوا فوح الأغنية احنا شعب وانتو شعب ولنا رب وليك رب كما قلنا علي الحجار معروفها ففرق الآن الشعب إلى صنصفين هكذا يقول ثم العجب أن الرئيس مرسي اتهم باتهامات كثيرة من جملتها التي سيحكم عليها تخابر مع حماس تهمة ثقيلة يتخابر مع حماس الله أكبر هذه جريمة ثم ثم تخرج له رسالة كتبها إلى بيريس يقول فيها إلى كذا كذا حينما أرسل إليه سفير مصر وهو يحافظ على العلاقات السابقة إلى تل أبيل وأنه اخدم إسرائيل ها مرسل كنتك تقول اسم ليهود كسمه كسمه القردة والخنازية ولا زالت إسرائيل تخرج هذا الفيديو وهو رئيس كيف يمكن لمصر أن يحكمها من يقول في اجتماع علني يسمي اليهود بأبناء القردة والخنازير لكن يقول يجب ديك الرسالة في البصير القناة تعلق البصير يقول له انظروا إليه الآن إنه كذا وكذا لا إله إلا الله فبدأت مع توالي الأيام بعد الانقلاب مئة وعشر أيام في كل مرة تخرج فضائح يفضح الله هذا المشروع فضح السيسي في لقاءاته السرية وفضحوا حينما عرفوا أن الانقلاب أسس له يوم خرج عمر سليمان يعلن في المصريين أن مبارك يتخلى عن السلطة كما قال نعوم شومسكي الانقلاب كان على الطاولة في اليوم الذي أعلن في عمر سليمان على تنحي مبارك يتنح مبارك وبعد ذلك يتم الإعداد لاستعادة الحكم العسكري ولكن بعد أن يقوم بتشويه الإخوان وشيطرتهم إعلاميا ثقافيا وهو ما قام به خلال سنة الآن شاء الله مما تكشف كل مرة كانت تكلم عن مسائل جديدة من الأمور التي تكشفت وتحدث عنها برنامج بلا حدود يوم الأربعاء حينما استضاف شيخ الأقصى رائد صلاح فقال هذه معلومات تصدر لأول مرة عن علاقة مرسي بالقضية الفلسطينية منذ أن تولى الحكم عبر انتخابات النزية الله أمور جديدة قال له ما هي قال له ثلاثة المجالات قال له ولعلكم ستتفاجأون بل لعلكم ستخرجون بانطباع أن من أسباب الانقلاب على مرسي هو هذا الاحتضان للقضية بقلبه وعمليا أما الإجراء الأول قال لا أخفيكم أنه كان يهاتفني ويهاتف المرابطين في بيت المقدس ليطمئن بنفسه كأكبر رئيس لأكبر دولة عربية إسلامية على القدس وعلى الأقصى رئيس أول رئيس عربي مسلم يهتم بقضية القدس عامليا فتراه يأخذ الهاتف ويهاتف المرابطين في حرم المسجد الأقصى وفي القدس ويطمئنهم ويطمئن إليهم ويثبتهم ويدعو لهم كأنه واحد منهم ولذلك لم يرفع ولم ترفع صورة أي رئيس في المسجد الأقصى إلا لرئيس واحد تكون هو مرسي هذه المسألة الأولى أي اهتمامه الخاص الشخصي المسألة الثانية لا إله إلا الله محمد رسول قام بمشروعين عجيبين ثانيا المشروع الأول هو تأسيس مؤسسة دعوية أسمعت دعوية تجمع الدعاة والآئمة والعلماء أصحاب التوجه الإسلامي ليناقشوا قضية كيفية دعم صمود أهل الأقصى والقدس بتوعية الناس في مصر الله وجعل القضية قضية القدس وقضية الأقصى هي قضية مصر الأولى فينبغي أن تكون الخطب في المساجد كل جمعة وينبغي أن تكون الندوات الدراسات والمقابلات في الإعلام أن يكثف العمل التوعوي للأمة الإسلامية مشتغلين الإعلام لإيصال حقيقة ما يزرج في القدس حتى تصبح قضية القدس هي من أولى أولويات الرئاسة المصرية هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة مادية مشروع أسس مجموعة من المؤسسات التي تعنى بتقديم الدعم المادي للأقصى وللقدس يجمع رجال الأعمال ويجمع مضاراء شركات ويجمع رجالا غيرين من هذه الأمة فأسس مؤسسات وقال رئي صراح وكنت ممن استدعاني مرارا لأحضر أشغال هذه المؤسسات حينما تؤسس ولم تسمح للدولة العميقة أن أدخل منعت من الدخول وآخر مرة أعطيت التأشيرة هو في يوم الانقلاب على مرس يقول له هاي تخبر در كلان لك الله في النهار انتعى الانقلاب ثلاثة يوليوز عطتت له التأشيرة للدخول إلى مصر قال له شكوين قال له أحمد منصور قال له من الذي لم يمنح كالتأشيرة إسرائيل قال له لا الدولة العميقة التي كانت تتحكم في الجانب الأمني في مصر والتي لم تتغير وبقيت هي الدولة العميقة المسيطرة على هذا المجال إذن فهذه بعض المسائل الجديدة التي تكشفت مؤخرا بلسان أحد الصادقين من الأمة والبارح زادت مسألة آخر انكشف النظام ديال السيسي بأنه أجر شركة للعلاقات العامة لكي تقوم بتحسين صورة مصر بعد الانقلاب في أمريكا وهذه الشركة زيد شركة أغلب من يعمل في إطارها ينتمون إلى الإبباق الإبباق يعني أكبر لوبي صهيوني للضغط على الأدار الأمريكية ورئيسها كان يعمل في المصاب في المصاب في المصاب بشحال الثمن في الشهر 250 ألف دولار شهريا ثم تأدية الأموال الباهظة للإجراءات الأخرى التي يتطلبها العمل الدبلوماسي كأنه يقول إن هذا الإنقلاب والصهاينة يعملون في مشروع واحد وأن مرسي كان له مشروع مضاد تكشفه الأيام دائما أخيرا وليس آخرا أن النعم شوزكي قال متى تغير أوباما وسياسته على مرسي في زيارة مرسي الأولى إلى أمريكا تفق معه على أن يقرأ جملة في اللقاء الصحفي المشترك وهي إن مصر وإسرائيل تعملان على توفير الأجواء الأمنية لخدمة كذا وكذا بشيذكر إسرائيل فرفض مرسي رفضا قاطع أن يحسب عليه أنه تحدث عن دولة اسمها إسرائيل رفض ومنذ ذلك اللحظة تغيرت وصار كل يبحث عن الوسيلة لإزاحة الآخر هذه بعض الأمور الجديدة والتطورات الجديدة التي تكشف عنها الأيام ليحيى من حي عن بينا ويهلك من هلك عن بينا فتحية للشعب المصري الذي لا زال لحد الآن صامدا يخرج بالآلاف وتحية خاصة لمن أشجج المظاهرات وزاد في حركيتها وهو طلاب ضد الانقلاب حينما دخلت الجامعة على الخط فأنا من الغرب الإسلامي أرفع تحية إعزاز وإجلال وإكرام لطلبة مصر الذين شرفوا الأمة فجزاهم الله خيرا وعجل الله بفرجهم وصل الله على حبيبنا محمد ترجمة نانسي قنقر شكرا